ازاي تبقى معلم في النطق مش بس كده وكمان تعدر على قدامك بينطق صح ولا لأ فاقل من عشر دقائق السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا مخير كل عام وانتم مخير واهلا وسهلا بحراتكم في فيديو جديد وانهاردة ان شاء الله هكلمكم على تسع اصوات لو اتقنتهم نطقك هتغير مليون في المية اول صوتة جمان هكلمكم عليه هو dark L والdark L يعني ال L لما تيجي في اخر الكلمة مش بتكلم على ال ال اللي في اول الكلام ال ال اللي بتيجي في اخر الكلمة ديها جماعة اسمها dark L وبننتقى كده بنعلق اللسان في الحل كده all all كأنك بترجع كده الى انا باقوله ده طيب هلاقها بكلمات ازاي call شافينها جماعة اللساني بتعلق ازاي طيب تعال بقى ندرب على جمل he is ill he is ill it is not small it is not a small I don't want to fall I don't wanna fall الصوت الثاني معنا يا جماعة هو صوت P وانا عرف ان الصوت ده قتلة بحثة لناس كتير جدا تكلمت عليه لكن الصوت ده يا جماعة مهم جدا في انه بيخلي النطب بتاعك واضح وكمان مفهوم بالنسبة لأي حد بتكلم معاه طيب حرف P لو جيف اول الكلام لازم تطلع هوا من بقك هو من الاصوات اللي اسمها يعني الاصوات الهوائية وفيه حركة قديمة كنا نعملها زمان هي قديمة اه لكنها عملها فعلا هي ان انت تجيب ورقة وتنطق PEN شايفينا جماعة الورقة حركة ازاي PEN PEN PUT PEEP PEEP طيب لو ضربنا على جمل ممكن نقول PENCIL 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 PEEP 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 الصوت الثالثة يا جماعة والله يفرق معاك جدا في نقطك هو الصوت اللي بيصدر عن حرفين TH PEEP PEEP الصوت الثالثة أو الصوت الثالثة طيب انا اعرف بقى من فين انه كان ثاء او ذاء طبعا انا ملاهاش قاعدة ثابتة ولكن القموس اللي بيقولك الكلمة دي تقولها ثاء أو الكلمة دي تقولها ذاء طيب الصوت راولاني اللي هو ثاء في كلمة زي THANK YOU SOMETHING METH THIN THIEVE لو ضربنا على جمل ممكن نقول SOMETHING ELSE HEALTHY AND WEALTHY HEALTHY AND WEALTHY الصوت الثانية جماعة اللي تي ايج هو صوت ذا اللي هو موجود في كلمة ذلك في كلمات زي THAT THEN THEM THOSE لو ضربنا على جمل DON'T BOTHER ME DON'T BOTHER ME UNDER THE WITHER THIS IS MY OTHER BROTHER THIS IS MY OTHER BROTHER الصوت الرابع يا جماعة والذي يفرل في نوتك 100% هو صوت الر طبعا الر بالإنجليش مختلف عن الرأب العربي الرأب العربي يا جماعة مقدمة اللسان بتلمس في سقف الحل فبتعمل الصوت الر ضربة لكن الر بالإنجليش مختلفة تماما الر في الإنجليش اللسان بيبقى في وسط الحلق وبنرول اللسان كده بيعمل الصوت ده الر الر خلي بالك مهم جدا انه مقدمة اللسان متلمس في السقف الحلق وإلا هتقلب على العربي في كلمات زي FOR DOOR WEIROLD GEREL WHERE ARE شايفين يا جماعة الفرق بين R و R طبعا الفرق الشاسع R ده صح و R دي الرأب العربي طيب لو ضربنا على جمل WHERE ARE YOU وطبعا أنا ببالغ ببالغ عشان أنت تسمحها وعشان تعود عليها لسانك WHERE ARE YOU NEAR OR FAR NEAR OR FAR NEAR OR FAR cuz будves hurry o onwards try or try train travel travel trap شكلها يا جماعة هيبقى أجمل وأحلى ونطقك كيتغير مليون في المية الصوت الثالث يا جماعة هو إنو دي لما يجي مع الار بيدينا سنة جيم صغيرة يعني ده جه ره فبدل ما تقول دريم لأ دريم بدل ما تقول درايف لأ درايف بدل ما تقول درام 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 درو درو دراج دراج جربها هتفرق معك الصوت السابق يا جماعة واللي هتفرق معك في نطقك مليون في المية هو الصوت ده الصوت الاي المكسور واللي طبعا أشهر حرفين بيمثلوه هو حرف الاي اي كلمة زي مين شايفينها جماعة جميلة زي اكسرها مين ولا يسع مين راين ترين فايل مايل تعال بقى ندرب على جملة الصوت الاي مين الصوت الثامي اللي سيفرا معك في نطقك يا جماعة هو الصوت الاوه واللي هو الصوت صنائي واللي هو اخره بقى بيبقى مضموم واللي موجود في كلمات زي وليس بوت وليس كوت شايفين يا جماعة لما تقولوا كده وطبعا أشهر حرفين بمثلوهما في الكلمات اللي احنا قلناها من شوية طيب لو ضربنا على جملة ممكن نقول جرب الصوت ده وشوف قد ايه نقطك هتغير الصوت التاسع جماعة والاخير هو حرف تي حرف تي ده مهم جدا جدا في ان تخلي نقطك واضح جدا او لو عايز تبقى كمان طيب حرف تي لو جي في اول الكلام يا جماعة يبقى حرف قوي جدا برضو من الحروف الهوقية انت لين تطلع هون بوقك ده في حالة ان هو جيه في اول الكلام زي كلمة time تم تاك ترين وهكذا طيب لو خادنا جملة ات تاك تم تاك تايمز to try the telephone اتاك تم تاك تايمز to try the telephone اما حرف تي بقى لو جيه قبل منو حرف متحرك وانت عايزة تبقى more american يعني انت لو قلته بالتي عاد جدا ما فيش مشكلة لكن لو انت عايز تخلي الاكسن بتاعتك تبدو more american حرف تي لو جيه قبل منو حرف متحرك هتخليه دي خفيفة في كلمة زي water, bottle, butter, bitter, hospital وهكذا طيب لو انترابنا على جمال ممكن نقول Ride the in a letter أسرع Ride the in a letter It getting hotter and hotter It getting hotter and hotter Patty oughta write a bitter letter Betty oughta write a bitter letter وكذا ما نكون خلصنا التسع صوات اللي حرفها لو اتقنتهم نطقك هيتغير مليون في المية وجربهم وهتحس بأديه بالفرق في نطقك وما تنسشنا يا جماعة ندعمونا باللايك والكومنت والشير عشان هو ده الدعم الوحيد لنا علشان ننتشر ونصر ناس أكبر ونستمر We thank you for watching guys I'll see you next video اشتركوا في القناة